تشارك دولة الكويت في المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين بوفد رفيع المستوى برئاسة ممثل حضرت صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث سيلقي سموه كلمة دولة الكويت أمام المناقشات العامة في العشرين من هذا الشهر ستشارك الكويت بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لحضور اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى اللي هو اللي رح يبدأ ان شاء الله يوم الاثنين القادم وهي بداية المناقشات العامة كلمة سموه في الجمعية العامة رح تكون يوم الأربعاء في الجلسة المسائية اليوم عشرين سبتمبر وسيعقد سموه رئيس مجلس الوزراء العديد من اللقاءات الثنائية وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا هذه الدورة تتميز عن الدورات السابقة بعدة أمور رح تكون دورة هذه أول دورة لأمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيروس وكذلك رئيس جمعية عامة جديد اللي هو ميروزلاف لايتشاك وزير خارجية سلوفاكيا هو اللي رح يترأس الجمعية عامة لمدة دورة 72 للجمعية العامة لمدة سنة كاملة هناك قضايا تم تحديدها بأنها رح تكون هي القضايا الأساسية من قبل رئيس الجمعية العامة اللي هو يعني رح يركز على قضايا تتعلق بالناس يعني تتعلق بالأشخاص والأفراد على أساس أن الأمم المتحدة قامت أساسا لحماية الأفراد كما ورد فيه ميثاق الأمم المتحدة ورح يركز أيضا على قضايا مثل متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ أما الأمين العام للأمم المتحدة فعند أولوياته يعني من الأبرز أولويات الأمين العام هو أن تفعيل دورة دبلوماسية الوقائية وهو أمس أعلن حقيقة عن إنشاء مجلس رفيع المستوى لموضوع الوساطة وهذه أول مرة تصير طبعا من أولوياته الأخرى هو أصلاح الأمم المتحدة وطرح عدة أفكار ورح تكون حقيقة محل نقاش خلال المناقشات العامة وما ننسى حقيقة نحن بالنسبة لنا كويت من منطقة الشرق الأوسط أنه في دول كثيرة مع الأسف حوالينا تشهد نزاعات وأزمات وحقيقة واستمرارها يسبب زعزاعة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي أيضا وهذه مثل نحن نتكلم عن سوريا عن اليمن عن ليبيا عن قضية الشرق الأوسط وكذلك عن التطورات وآخر المستجدات في العراق ومكافحة تنظيم داعش والإرهاب بشكل عام هذه القضايا الأساسية كذلك سيعقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء الدول الشقيقة والصديقة علما بأن دولة الكويت ستتسلم عضويتها في مجلس الأمن الدولي في بداية العام القادم بمشاركة أكثر من 130 رئيس حكومة ودولة تشارك دولة الكويت في المناقشات العامة للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تركز هذا العام على أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين من الأمم المتحدة أسامة عبد العزيز تلفزيون دولة الكويت